النادي الاهلي بيستعيد نغمة الانتصارات في الدورة الممتاز بفوز مسير للغاية على نادي امبي بنتيجة 3 واحد بعد مباراة بدايتها كانت غريبة النادي الاهلي بيقدر ان هو يحرز هدفين في اقل من مئة وعشرين ثانية في اول ايضا في مباراة نادي امبي كان ملحقش يعني يقول باسم نحن رحيم الناس لسا بتسنطر هوب داخل فيه مجون هوب بيسنطره تاني داخل فيه مجون التاني فطبعا بداية كانت غير متوقعة خالص لحد ما قضت على التنافس خلال الشوت الاول وطبعا جاء عمر السلية في نهاية الشوت قضى على التنافسية تماما بهدف ثالث ولا اروع هدف يعني جابه من تزديدة رائعة من جملة تكتيكية حلوة جدا لكن دي فيما يخص النتيجة انما الاداء اللي هنتكلم عليه ويه طريقة اللعب ويه التاكتك اللي عمله الكابتن حلم طولان فوجة نظري هو ده الكور بتاعنا او المحور بتاع كلامنا النهار ده كابتن حلم طولان حبي يفاجئ بيتسو موسماني بطريقة اشبه باربعة ثلاثة ثلاثة على الورق ولكن اهم ما فيها او اميز ما فيها ان الكابتن حلم طولان حط الدفاع بتاعه او الخط الدفاع بتاعه في التلت الاخير من نص ملعبه هي دي المفاجأة اللي كانت لي انت تلاعب النادي الاهلي بكامل سرعاته بكامل خبراته تلاعب بطل افريقيا تلاعب بحامل لقب الدوري وانت بتلاعبه بمساعدة تسلل من التلت الاخير لملعبك كل المسافة دي يا جماعة كل المسافة دي كابتن حلم طولان كان سايبها واعتقد هو كان بيهدف الى انه يحجم مساحة اللعب عند النادي الاهلي ويخليهم مضغوطين في نص الملعب ويخليهم يغلطوا في المنطقة دي عشان يقدر يتحول له الهجمة المرتدة بسرعة طريقة حلوة طريقة ربما تكون منطقيا وعلى الورق يعني فيها بعض المنطق في ظل ضغط المباريات اللي بيواجه النادي الاهلي ولكن فيها خطورة فيها انتحار فيها مجاسفة كبيرة جدا جدا وده اللي بان مش حتى من اول بداية الشروط الاول لا ده من اول السواني الاولى السواني الاولى لعبة النادي الاهلي وهم بيحضروا للكورة لقوا ان لعبة نادي امبي حطلهم اربع مدافعين على خط واحد في تلت الملعب بتاحهم هوب حسين الشحات يلعب السرو باص لمحمد شليف يروح انفراد هوب الانفراد اللي قبليه حسين شحات رايح انفراد هوب بعدها مجد افشة رايح بانفرادين كل ده في قدية كل ده في ربع ساعة يعني في ربع ساعة النادي الاهلي كان ممكن يلاقي نفسه كذبان اربعة صفر لو كان مجد افشة جاب الانفرادات اللي سنحت له بعد الهدفين المبكرين لحسين الشاحات ومحمد شليف وبالتالي كابتن حميد طلان لعب لعبة امار لعب لعبة امار ان انا النهاردة هبدأ ارمي بطريقة معينة يا صابت يا خابت بس هيا الفكرة ان هو ضغط فرقته من البداية اللي كان سهل جدا 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 ان انت اه تضرب مسايد تسلل نادي امبي بالكرات الطولية لان النهاردة انا مش محتاج امرر كرة في وسط الملعكات ممكن خطة كابتن حميد طلان تنجح في حالة واحدة في حالة واحدة فقط هي ان سلاسي خط الوسط يمنع لعبة نادي الاهلي مش ان هما يلعبوا الكرة وليه لا ان هما يستلموا الكرة اصلا ما ينفعش النهاردة تخلي اللعيب يستلم الكرة ليه لانه وانس ان هو استلم الكرة حتى لو في خمس ثواني في خمس ثواني وانت من جورنك عملت حلق زي ما كان يعني ليكو بيعمل في اغلب الاوقات لو انت النهاردة عدت تحلق عليه خلص شكرا هو بعمله مساحة التمرير المهاجم رأس الحربة الصريحة هيقدر يقطع ما بين الاتنين المساكين برحيم القاضي ورامي صبري وانا في وجهة نظري عمرك ما تلعب الطريقة دي في وجود كمان رامي صبري لان رامي صبري من دفع كبير في السن وبطيء مهما قدر ان هو يفتح اسبرينت مش هيقدر مين يفتح اسبرينت مع محمد شريف مين يفتح اسبرينت مع حسين الشحاد حسين الشحاد طبعا احنا تكلمنا عليه من ساعة مباراة الزمالك وازاي النهاردة دي بيتسو موسمان بيخليه يلعب يقطع للداخل ما بيلعبش على اللاين فبالتالي نادي امبي كان لازم كابتال حامل طولان ياخد باله ان انت عشان تعمل دي لازم تعمل دي الاول يعني هما الاتنين مرتبطين ببعض هلعب بهاي لاين ديفنس يبقى لعيبة خط وسط ملعب من الاهل اللي هما مين بنتكلم اكرم طوفيق عمر السلية ومجدي افشة ممنوع تماما ان هما يستلموا الكرة في وسط الملعب ما ينفعش يستلموها ليه نوانس ان هو استلمها خلاص شكرا هو لعب الكرة لموش هيمرر لمجدي افشة ونبدأ بقى نشوف التحضير بتاعنادي الاهل لا خالص ده هو مجرد ان هو هيستلم الكرة هنا اهو هو ودى المهاجن بتاعه في اتجاه المرمى ويبقى انفراض وبرضه وكهرباء حتى كهرباء اللي احنا متعودين دايما بيغير بيعمل ايه اللي على اليمين يخترق العمق اللي على الشمال يمسك اللاين فالكهرباء شاف لك الحفلة اللي في عمق الملعب والسيرك المعمول ده فقال لك يا سلام وانا هفضل اتفرج يلا هو انا كمان ابدأ اخد الكراط اقطع للداخل واخد الكراط الطولية وشوفنا الطريقة دي خلاص اللعي بقى حافظها حتى بيتسو موسيماني لو مدرب لعبته على تاكتك معين قبل المباراة مختلف عليها حد نتكلم فيه ده مش محتاج اطبقه مش محتاج انافزه ليه خلاص بقى عندي طريقة سهلة جدنا بقيت باوصل لمرمى نادي امبي بتمريرات سريعة مش محتاج اوصل بعشرين وتلاتين واربعين تمريرة لا خالص ده هما خمسة ستة سبعة شكرا انا انفرضت بمرمى محمود جاد وقدرت ان انا اهدد المرمى وعشان كده انا في وجه اتنظري طريقة الكابتن حيمو طولاند كانت مؤامرة ويعني امار وهو خسر لعبة الامار دي في جوته الاول ليه؟ لعبنا للاهلي طبعا حتى هما لو مضغوطين بدنيا ومضغوطين بسبب ضغط المباراة يمتلكوا المهارة الكافية اللي تخليهم يتغلبوا على فريق بيلعب بهاي لاين ديفنسف في التلت الاخي مملعبه وكمان فيه الدفاع عرامي صبري مدفع خبرة كبيرة جدا خبرة كبيرة جدا وجابت طبعا ركلة الجزاء ولعب هدر فيه ضربات السابتة لكن انك تحطه في طريقة بتعتمد على السرعة لا ده مستحيل مستحيل تماما حتى لو قضي المساكة اللي جنبه قسع شوية وبتعتمد معك كريف وقاد برضو آآ ظهير سريع جدا جدا وعنده قدرات هجومية لكن ما يقدروش ان هما يستحملوا الضغط اللي هيعمله النادي الاهلي هو بالتالي فعلا شفنا النادي الاهلي قدر انه يعمل نتيجة تلاتة صفر تلاتة صفر رغم خلي بالكم رغم النادي كان اكثر عددا في نص الملعب شفت الاول دي شفناه يعني قبل نزول دي يانج فعلا النادي كان مستحوز على منطقة نص الملعب لها هي مفيش منافسة انا اصلا مش عاستنفس فيها كاهل هتنفس فيها ليه مش محتاج انا النهاردة خلاص عملت التاسك بتاعي ووصلت لي المرنى بتاعك باقل عدد بالتبنات انت عايش تمسك الكورة في نص الملعب اتفضل يا باش اعمل بها اللي انت عايزه اعمل ب شيء انا خلاص عملت التارجل بتاعي وطلعت جاسبان تلاتة صفر وهي النقطة اللي احنا كنا ده انا كنت دايما ما بعيب على لعيبة النادي الاهلي فيها ابدأ في بداية المباريات احرز اهداف ما تضيعش فرص نفس الماتش ده هو بالزبط كوبية وبيس للماتش اسموحة الفارق بس في حدة ايه الفارق النادي الاهلي تماتش اسموحة خلت ضغط عليه لما انت ضيعت لكن في ماتش ايه انت بتعمل ايه انت ما بتحرز اهداف شفت الاول بتحط الضغط على المنافس فالمنافس بيبدأ يعمل خطوطه فتلعب انت بقى رياحية اكتر فده ببساطة كان يعني ملخص ما حدث في الشوت الاول الشوت التاني ايه اللي تباين او ايه اللي اختلف اللي اختلف ان بدأ الكابتن حيمة طولان ينزل لعيبة هجومية وبدأ يغامر اكتر بانه بيطير الاتنين الفول باكس بقى بتوعه في الشوت التاني وبدأ يضغط النادي الاهلي تماما في نص الملعب اقام طفية وعمل السورية لحد ما ما استحملوش ان النص الملعب يتقدم تعداد امبيا تحول لاربع لعيبة بعد نزول مهاب ياسر وبدأ الضغط يتحط على النادي الاهلي في حدة ايه بقى الناحية واحدة منها يا جيمو هنعتم بمسلا مسلا على الكرات الطولية اول ما الكرة التانية هتنزل على طول هتروح النادي امبي هدي اول نقطة طيب اعتمدنا على الكرات العرضية والكرة مرتدة لنادي الاهلي يرجحها بتلاقي ان لعبة النادي امبي برضو هم الاكثر عددا في نص الملعب فالكرة التانية كانت هي السبب الرئيسي في الضغط الشديد لنادي امبي على النادي الاهلي قبل نزول الى ايو ديانج قبل نزول الى ايو ديانج وخليني اديكم كم رقم نادي امبي تخيلوا ان هو عمل في المباركة كل 60 كرة طولية 60 كرة طولية ده رقم كبير جدا جدا منهم بس منهم بس في الشروط التاني 38 كرة طولية فطبعا بنشوف الشروط التاني نادي امبي طبعا مغلوب طول صفر بيحاول يرجع طبعا راكرة الجزاء اللي جابها رامي صبري اديتهم بعض الامل فخليتهم يقولوا احنا لو جبنا جون تاني للوقتي هنحط النادي الاهلي تحت الضغط فبدأوا ان هم يلعبوا كرات طولية كتير الحاجة التانية اللي تبينك برضو ان هم كانوا استعجلين شوية ان نسبة تمراتهم 75% دي نسبة قليلة قوي قوي ده يوليك ايه يوليك ان هم كانوا مضغوطين بيلعبوا بسرعة بيلعبوا بسرعة قوي 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 في الشروط التاني وبالتالي النادي الاهلي لما نزل اليو ديانج بدأ يهدي الريتم اليو ديانج كان نازل بطسك واضح ومهمة واضحة وهي ان انت لازم تهدي الريتم اللعب ويمسك الكورة ويبدأ النهاردة مرر الكورة بشكل عرضي كتير عشان تهدي مرتهم المباراة وكمان اليو ديانج قدر فعلا انه يعود بقى النقطة اللي كانت يعني مش عند اقل طوفيق في شوط تاني وعمل السلية انه يقدر يلم الكورة التانية بعد نزول اليو ديانج كل اللي احنا شفناه قبل نزوله في شوط تاني مش شفناهوش خلص خلاص هجوم نادي امبي تم يعني تصدي له لعيبة نادي امبي بقوا فعلا خايفين من ان اليو ديانج يقدر يمر الكورة بشكل مميز جدا لناصر مهل برضو نزل وعمل دور كويس في قلب الملعب فبدأ النهاردة يبقى فيه حسابات احنا ممكن النهاردة اه نطلع بدأ ما احنا قلوم بيه ثلاثة نطلع فيه يخش الرابع والخامس والسادس وده حتى شفناه في كم الهجمات اللي اتيحت للنادي الاهلي بعد نزول فتغييرة في وجهة نظري كانت هي التغييرة اللي انقذت النادي الاهلي في الشوط التاني من الضغط الشديد اللي كان عامله نادي في كل احوال نادي الاهلي استحق الانتصار واستحق الثلاث نقاط بسبب ايجادة لعبيه وطبع حسين شحات لغت احية كبيرة جدا جدا مني وبيوصل ثبات اداءه للمباراة الثالثة على التوالي وبيقدر النهاردة ان هو يعمل اسسته يجيب هدف مباراة واحدة وبيعمل الدور دفاعي مهم جدا جدا وبرافو على بيتسو موسماني انه سابه يلعب التسعين دقيقة في اشارة لان انا راضي فعلا فعلا على اداء اللي انت بتقدمه في الفترة الاخيرة مبروك للنادي الاهلي انتصار وللتزامن هذا الانتصار مع احتفال النادي الاهلي بمرور 114 سنة على انشاءه كل سنة والنادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي بخير والقاكم ان شاء الله في حلقة جاية من ترند يلا كورا شكرا جزيلا كنت معكم كريم سلام